معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 بنسخته الأولى هو فكرة تحولت إلى حقيقة ملموسة تجمع التفرد والإبداع ليصبح حدثا عالميا يجمع أبرز صناع القرار في الحكومات والجيوش والصناعات الدفاعية من أكثر من 60 دولة حول العالم جوانب هذا الحدث الدولي يستعرضه التقرير التالي مع كل مرة تسارع البحرين فيها إلى احتضان مختلف المعارض والمؤتمرات مهما كان مجالها يأتيك الثبات في إثبات قدرتها على إظهار حسن التنظيم وعظيم الفائدة الآتية من وراء ضمها لأي فعالية تأتي كمنصة ذات كعب عال تجمع أبرز صناع القرار في الحكومات المدنية على اختلاف تخصصاتهم أو نخبة من المعنيين في المجال العسكري داخل محيط مثالي نحن اليوم فخورين أن أولا نوضع هذه الفكرة وهذا الحلم إلى واقع إن شاء الله في 2017 نقييم المؤتمر والمعرض العسكري في مملكة البحرين نجلب طبعا جهات مختصة كثيرة سواء كانت عسكرية أم سواء كانت قيادية موجودة لطرح أفكارها وطرح نقاشاتها معها في المؤتمر فمملكة البحرين إن شاء الله ستتميز بهذا المؤتمر وليس من ناحية فقط المعدات العسكرية ولكن إن شاء الله بطرح أو أطروحها في نهاية المؤتمر والاستماع وجلب جميع الجهات العسكري وفي هذا المقام تحديدا يصطع بريق معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 بنسخته الأولى في سماء كبرى المعارض الدولية المتخصصة في مجال الدفاع والأمن فهو أول معرض دفاعي شامل تحتضنه البحرين للوسائل الدفاعية الثلاثة البرية والبحرية والجوية يستقطب أكثر التقنيات والاستراتيجيات الحربية المبتكرة في العالم متوجها نحو استعراض أحدث الطائرات والمركبات العسكرية ومتبنيا لتقديم العديد من العروض المتنوعة كتنفيذ تمارين غبوط مظلي وأخرى للرماية الحية إلى جانب عروض للسفن الحربية المتطورة تظاهرة دولية تسير نحو نجاح منتظر قبل ساعات من انطلاقها استنادا على أبعاد إيجابية تأتي في مقدمتها مكانة مملكة أرض الخلود كدولة داعية للسلام تتبنى سياسة متزينة مع مختلف دول العالم فضلا عما تقدمه من نموذج متلالئ في الإصلاح النهضوي وتنمية بشرية واقتصادية مستدامة تطل من نافذة دولة القانون والمؤسسات التي تنعم بها ناهيك عن موقعها الجغرافي الحيوي الذي يمثل بوابة مثالية للنفاذ إلى الأسواق الخارجية والعربية وبيئة جاذبة للأعمال في المنطقة ماليا واستثماريا ولوجستيا معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع سيمثل فرصة رائعة لتبادل الأفكار والتشاور بين كبار الخبراء العسكريين ممن ينتمون لأكثر من ستين دولة حول عديد المستجدات الأمنية والعسكرية التي فرضت ذاتها على الساحتين الإقليمية والدولية بالإضافة إلى تدعيم تواجد ما يزيد على مئة شركة من كبرى الشركات الدولية المصنعة لأحدث المعدات العسكرية والتقنيات والأنظمة الدفاعية العالمية ونمو أعمالها في منطقة الشرق الأوسط إن طرح الأهداف التي يأخذ معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع على عاتقه إنفاذها لا تقتصر على تبيان حجم الفروق العسكرية بين الدول وإنما لإظهار مكنون وفحوى تلك الرسائل السياسية التي يريد المؤتمر عرضها وبثها بأسلوب يناط به تقريب وجهات النظر نحو بناء تحالفات دولية تجتمع على رأي ثابت وتقف في خندق واحد لتكمم منابع المخاطر المتزايدة على أمن الدول واستقرارها التي تأتي في مقدمتها التطرف والإرهاب ونشوء الفوضى والصراعات داخل حدود المناطق المضطربة لتلفزيون البحرين محمد رشيدات